الحمد لله الذي جعل حج بيته الحرام من مباني الدين العظام وفق من شاء من عباده للطواف بالبيت والصلاة خلف المقام استجابة لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام حيث أمره ربنا جل وعلا بقوله وأذم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق والصلاة والسلام على خير الوراء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم القائل يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وإن من أعظم الأمور التي جاءت الشريعة لتقريرها توحيد الله سبحانه وتعالى فهو أهم المهمات فهو أهم المهمات وأعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء والدعاة والدعاة من بعدهم قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما قرر الله عز وجل التوحيد في أحكام شريعته ومقاصدها ومن ذلك ركن الحج الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام فقد شرع الله عز وجل الحج لتحقيق مقاصد عظيمة وإن من أعظم مقاصد الحج هو إعلان التوحيد لله تبارك وتعالى وتصفية الاعتقاد وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة ومن تدبر وتأمل آيات الحج وأذكاره وأعماله وجدها مجتملة على تأكيد هذا المقصد العظيم بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وقوله عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالله سبحانه وتعالى لما أمر بإتمام المناسك وفرض الحج على الناس جعل الأمر كله لله وأتم الحج والعمرة لله ففي الآية الأولى إتمام المناسك لله وأتم الحج والعمرة لله وفي الآية الثانية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ففي الثانية أداء الفرض لله عز وجل وفي هذا بيان الأمر بتوحيد الله وإفراده بهذا العمل العظيم ومن مظاهر التوحيد في الحج إعلان الحاج لنسكه المجتمل على التوحيد قائلا في تلبيته لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني فالقد احتوى هذا الإهلال على الإخلاص للمولى عز وجل مع البراءة من مظاهر الشرك والرياء والسمعة فالرياء مبطل للعمل وموجب للعقاب فقد جاء في الحديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فيتبرأ الحاج من الرياء والسمعة في أول دخوله في النسك ليكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل كما قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين والحج من أجل العبادات ومن مباني الدين العظام ومن أركان الإسلام التي أوجبها الله عز وجل على عباده ولذلك يتبرأ الحاج عند إهلاله بالحج أو العمرة يتبرأ من الرياء والسمعة عند أول دخوله في النسك فيصحح نيته ويبتغي بذلك العمل وجه الله عز وجل وأداء فريضة الإسلام فريضة الحج ومن مظاهر التوحيد في الحج التلبية التي تتضمن إعلان التوحيد ونفي الشرك فالله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهل بالحج قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين لب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد يعني سم التلبية توحيدا والكون يردد توحيد الخالق ويسبح بحمد الله عز وجل مع تلبية الحاج فتلبي الأحجار والأشجار والمدر كلها مع المسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود قد اجتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة منها أنها تتضمن المحبة لله عز وجل فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع والدل اللذان هما من أركان العبودية وهما من أركان العبودية لله عز وجل ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده بل روح العبادات كلها والمقصود منها انتهى كلام الإمام بن القيم وأما أهل الشرك وعباد الأصنام فإنهم كانوا يدخلون آلهتهم مع الله عز وجل في تلبيتهم فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فخالف الإسلام أهل الأوثان بإعلانه التوحيد والإخلاص لله عز وجل فعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية والحج إلى بيت الله الحرام أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى لتحقيق مقتضياتها فلا يسأل إلا الله عز وجل ولا يستغيث إلا بالله تعالى ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله عز وجل شعاره دائما قوله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مما ظاهر التوحيد في الحج أيضا الطواف حول الكعبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود تحقيقا للعبودية في قوله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فكانت حجة الوداع التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وفي ذلك كمال التوحيد عبودية لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقد جاء في الحديث عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فهو امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في تقبيله للحجر الأسود لأنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع والضار هو الله تبارك وتعالى قال الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني ومن مظاهر التوحيد في الحج شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص وهما سورة الإخلاص لتضمنهما توحيد العبادة تنبيها للطائف أنه في عبادة لله وطاعة لأمره تبارك وتعالى فقراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف إعلان للتوحيد وبراءة للشرك وتعظيم لله تبارك وتعالى فإن سورة الكافرون فيها البراءة من الشرك وأهله وسورة الإخلاص فيها بيان توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وفيها بيان شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته ولذلك كانت هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتضمن صفة الرحمن تبارك وتعالى ومن مظاهر التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة حيث يتذكر العبد المسلم الحاج موقف أم إسماعيل حينما نفد ماءها وغذاؤها في جوف لاهب فصارت تهرول بين الصفا والمروة قد أنهكها العطش وأضعفها الجوع وقد تعلق قلبها بالله عز وجل فتوكلت عليه وفوضت أمرها إليه وقد قالت لإزوجها إبراهيم الخليل عليه السلام حين وضعها في مكة هي وابنها إسماعيل قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا تردد ذلك وراءه أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء وجعل إبراهيم الخليل لا يلتفت إليها فقالت هاجر رضي الله عنها قالت له الله أمرك بهذا يعني هل أنت تتركنا امتثالا لأمر الله عز وجل فالتفت إليها وقال نعم قالت وهي موقنة وأملها بالله تبارك وتعالى قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت وصدقت أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها وعليه السلام صدقت عندما قالت إذن لا يضيعنا وهذا دليل على إيمانها وتوحيدها وحسن وصدق توكلها على الله عز وجل ثم رجعت وإذا برحمة الله عز وجل تتداركها فالله لا يضيع عباده فإذا هي بجبريل عليه السلام قد فحص بطرف جناحه أو بعقب رجله فإذا هو بالنبع يتدفق بنبع زمزم يتدفق بجوار الكعبة المشرفة فيتذكر المسلم تذلل تذلل هذه المرأة الصالحة أم إسماعيل يتذكر تذللها وتضرعها لله عز وجل وحسن وصدق توكلها على الله عز وجل فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ هو الله وحده فهو كاشف الكرب تبارك وتعالى وهو مجيب دعوة المضطر قال الله عز وجل أم من يجيب مضطر إذا دعاه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ومن هذا المنطلق شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج إذا صعد على الصفا أن يكبر الله عز وجل ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إعلان بالتوحيد وتعظيم لله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بعد ذلك بما شاء يقول ذلك على الصفا وعلى المروة إعلانا لتوحيد الله عز وجل وثقة به تبارك وتعالى وأنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له فالملك له والحمد له وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وهو عز وجل الذي أنجز وعده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء فإن هذه المواضع هي مواضع استجابة للدعاء قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها كثيرا يدعو عند الكعبة وعند الحجر ولما مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطواف قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا ها هنا تقال العثرات ها هنا تسكب العبرات ها هنا تمحى السيئات ها هنا تعظم الأجور يبين صلى الله عليه وسلم للفاروق وهذا بيان للأمة أن ها هنا تسكب العبرات وها هنا تقال العثرات وها هنا تستجاب الدعوات وكذلك على الصفا والمروة والله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن مظاهر التوحيد أيضا في الحج الوقوف في عرفة الذي شعاره قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأنه موضع يستجاب فيه الدعاء ويوم عظيم من أيام الله عز وجل الذي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات ويباهي الله عز وجل بهم ملائكته ويقول لهم لملائكته أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم ها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا للأمة إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ففي ذذا إظهار لتوحيد الله عز وجل وأن أفضل دعاء يدعو به الحاج هو ما دعا به سيد الأولين والآخرين وهو دعاء النبيين من قبله أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ففيه إظهار لتوحيد الله عز وجل في قوله لا إله إلا الله وحده وفيه البراءة من الشرك في قوله وحده لا شريك له واعتراف بالملك والثناء على الله في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فجميع مناسك الحج شاهدة على توحيد رب البرية سبحانه وتعالى يظهر فيها العبد ذله وتعظيمه وخوفه ورجاءه لله تبارك وتعالى واستعانته بالله عز وجل وحده دون من سواه ولذلك كان جزاء الحاج الجنة قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد اختار الله تبارك وتعالى لأداء مناسكه أشرف زمان وأطهر مكان وأقدس بقعة واختص الله عز وجل المناسك بشعائر ليست لغيرها حرم زمانها ومكانها وألزم بالإحرام من قصدها وجعل مراعاة حرمتها وتعظيم شعائرها دليلا على التقوى والإيمان قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والحج في شعائره وأعماله وزمانه ومكانه مما يرسخ التوحيد في القلوب وهو دليل على إيمان من أداه على الوجه المطلوب ولذلك كان جزاؤه الجنة الحج المضرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن تأمل أذكار الحج وجد فيها من توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله ما يعلق القلوب به سبحانه وحده لا شريك له ففي كل منسك ذكر ودعاء من بداية التلبس بالإحرام إلى وداع المسجد الحرام فذكر في الإحرام وذكر في الطواف وذكر في السعي وذكر في رمي الجمار وذكر عند نحر الهدي ذكر في المواقيت وذكر في المسجد الحرام وذكر في المشاعر المقدسة حتى إن مكة وبطاحها ومنا وأوديتها لتضج بالتلبية والذكر والتهليل والتعظيم لله عز وجل حتى إن عرفة ومزدلفة لتشهد دعاء الداعين وذكر الذاكرين يحرم الحاج من الميقات ويهل بالتوحيد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان البخاري ومسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إهلاله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وجاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق والتلبية لا شك هي الإجابة وهي دليل على الاستسلام لله تعالى والانقياد له ومحبته ورجائه والخوف منه وفي جملتها القصيرة نفي الشريك عن الله عز وجل في موضعين والاعتراف له بالحمد والإقرار بنعمة الله عز وجل والاعتراف بملكه ولذا كان إله الحق وما سواه من الآلهة فآلهة باطلة والتوحيد في ألفاظ الحج وألفاظ التلبية فيه مراغمة للمشركين وإبطال لتلبية المشركين الذين كانوا يقولون في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك فهذه التلبية الباطلة جاء الإسلام بإبطالها وجعل مكانها التلبية بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كما جاء في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في إهلاله لما أهل محرما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم أثبت الحمد والنعمة والملك لله عز وجل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فليس لله عز وجل شريك في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته تبارك وتعالى ويشتغل الحاج بالتلبية طيلة إحرامه فهي شعار الإحرام وذكره المخصوص وإذا طاف بالبيت كبر عند ركنه المعظم كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن يعني الأسود أشار إليه بشيء كان عنده وكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الناس فطاف على بعيره وقد حج ومعه أكثر من مئة ألف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتكبير لا شك أنه توحيد فإذا حاذ الركن كبر قال الله أكبر فالتكبير توحيد وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وهو شعار الصلاة ونداء الصلاة وإحرام الصلاة التي هي عمود الإسلام وكذلك الطواف محل ذكر ودعاء وقرآن والسعي كذلك بعد الطواف من الشعائر العظيمة المنصوص عليها نص الله عز وجل عليها في القرآن ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنى من الصفا قرأ قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه واتجه إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره كما سبق وأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات وكم في هذا الذكر من توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله ولا يكتصر تقرير التوحيد بالأقوال في الحج على البيت الحرام بل يتواصل ذلك في المشاعر كلها فالتلبية والتكبير مستمران طيلة الموسم يعج بهم الحاج في تنقلاته بين المشاعر لإعلان التوحيد فيا له من مشهد مهيب ويا له من مشهد يهيض القلوب ويدعوها إلى الخشوع ويا له من مشهد يحرك المشاعر فتسيل المدامع ويعتر الجسد قشعريرة إنما هي قشعريرة الإيمان الذي يشعر بها باللذة التي تعدل كل لذة تلك اللحظات العظيمة المفعمة بالإيمان والعقين والقرب من الرب تبارك وتعالى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر رواه الإمام مسلم وفي عرفة كما سبق ذلك الموقف الذي خصص لدلائل التوحيد وهو الدعاء فجمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم بين التلبية وبين إعلان التوحيد كما سبق في الحديث الذي رواه الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولذلك كان هذا الدعاء في أشهر مواقف الحج وأعظمها وأشدها قربا من الله عز وجل حين يتجلى الرب عز وجل عشية عرفة ويباهي بعباده يباهي بهم الملائكة وهم يعلنون التوحيد ويكررون التلبية والذكر من زوال الشمس إلى غروبها فما قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حيث قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا يعني يدعو ويذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب قرص الشمس رواه الإمام مسلم ثم سار من عرفة إلى مزدلفة يسير الحاج إليها وهو يعج بالتلبية وفي التلبية ذكر ودعاء وتوحيد كما سبق وذكرها معمور به في آيات المناسك كما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين والمشعر الحرام هي مزدلفة وهي جمع فشعيرة الدعاء والذكر في مزدلفة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جاب رضي الله عنه حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه دعا الله عز وجل يعني وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا في مزدلفة بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا رواه الإمام مسلم وفي ذلك مخالفة للكفار الذين لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس لا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفاض إلى ميناء نزل إلى ميناء عندما صلى الفجر وأسفر جدا وفي العودة إلى ميناء بعد المزدلفة استمر أيضا في استمرار للتلبية أيضا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة كما في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة يعني جمرة العقبة رواه البخاري ومسلم ويرمي لما رمى الجمرة انتقل من ذكر إلى ذكر يعني قطع التلبية ثم بدأ بالتكبير لتستوعب مناسك الحج أنواع الذكر التي ترسخ التوحيد وتملأ القلوب هيبة لله عز وجل وتعظيم وإجلال ومحبة وخوف فمن التلبية إلى التكبير ومن الإحرام إلى الإحلال كما في حديث جابر يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمارات قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات رواه الإمام مسلم وفي رمي الجمارات أيام التشريك أيضا تكبير وموقف للدعاء طويل فيكون في كل مشعر من مشاعر الحج ذكر وتوحيد لأن غاية الحج هي ترسيخ ترسيخ التوحيد في القلوب جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه الإمام البخاري كما أن الحاج لا ينصرف من مكة حتى يأتي إلى البيت ويطوف طواف الوداع ذاكرا لله عز وجل مودعا له ليختم مناسك الحج بالذكر والتوحيد كما افتتح ذلك بالتلبية واختتمها بالتلبية والتوحيد والتلبية هي أشد وأدل على تعظيم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فلذلك كان إعلان الذكر وإعلان التوحيد في مناسك الحج والعمرة دليل على أن ركن الحج من أركان الإسلام التي فيها يتجلى فيها التوحيد لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله فحري بالمسلم الحاج أن يستشعر هذه المعاني العظيمة وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقف في المشاعر وعند الجمرات وهو يعظم الله عز وجل فإنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يحمد الله عز وجل أن بلغه هذه الأماكن العظيمة وهذه المشاعر المقدسة يذكر الله عز وجل ويدعوه بحاجاته ويستغفره ويوحده ويعظمه ولذلك فإنا نهيب بإخواننا الحجات أن يستشعروا هذه المعاني العظيمة وأن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد قد هجئت لهم كل أسباب الراحة وأسباب التنقل بين المشاعر في يسر وسهولة فلله الحمد والمنة نسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمورها وأن يوفقهم إلى كل خير وأن يجزيهم على ما قدموا للحرمين الشريفين وللحجاج والعمار من تسهيلات في الخدمات وتيسير لجميع الأمور وأن يجعلها في موازين حسناتهم فاللهم احفظ على بلادنا وبلاد المسلمين الخير واحفظ على بلادنا الأمنة والأمانة ووفق ولاتها إلى كل خير واحفظنا بحفظك اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الحجاج والعمار حجهم وأن يكون حجهم مبرورا وأن تجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم واستجيبت دعواتهم وتحققت أمنياتهم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يحفظنا وإياهم بحفظه اللهم يا عزيز يا كريم يا غفور يا رحيم تقبل منا ومن إخواننا الحجاج نسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين